خلينا نبتدع عمر الرحلة من بدايته خاصةً زي ما احنا شفنا في التقرير عمر كمال عبد الواحد هو أحد ناشيئ النادي الأهلي امتى انضميتلي النادي الأهلي؟ يعني أنا كان عندي 8 سنين لحد 13 سنة بعد كده مشيت لنادي الأهلي لا أنت روحت النادي الأهلي السيء الأول أنا مش عايز أسمع للعجاز وانت 8 سنين مدرست الكورة الأول مع كان الخواجة كروفر كروفر وقتها الولاندي وبعد كده جي كابتن محمد السيد في البراعم بقى من اللي اختارك عشان تنضم؟ روحت اختبارات وقتها؟ أول خواجة كروفر هو اختارني من ضمن ناس كانت في مدرست الكورة إن هو أنا نطلع للبراعم فكان كابتن محمد السيد سعيد هماسك في البراعم لعبت لحد سن 13 سنة بعد كده استغنوا عني عشان كان جسمي صغير وضعيف جدا يعني عادت من 8 سنين 13 سنة في النادي الأهلي لما يقرب من حوالي 5 سنين مشيت من النادي الأهلي يمكن أنا هقول دي صورتك وانت لابس فانلة النادلة في الأهلي مديد ناصر يعني في واقع حصلت كده يعني محدش عرفها وانا ماشي كنت صغير بقى في عمال عاية زعلان ومدار جدا فبابايا بيقولني معليش هو ما تقلقش وهوديك نادي تاني قلت له لا والله يا عظيمة كابتن ويقول لحضرتك كده قلت له لا بكر هما هيدوني فلوس وانت ولد صغير 13 سنة انا بقى مش فاهم بقى هاشتروني او مش فاهم انا بقول بس هيدوني فلوس فرا مصيري كده وضحك يعني هو بيطيب خطرك وبيطيب خطري وانت ماشي من النادي الأهلي وانت ولد صغير وحلمك ما يتخيلش ان انا اقول الكلمة كلمة زي دي قال لي هيدوك فلوس قلت له هيدوني فلوس قال لي الأهلي هيدوك فلوس كان عندك حلم وانت زي الاول الصورة دي كانت وانت عندك كم سنة كان حوالي 9 سنين 9 سنين فقال لي ان شاء الله ربنا يكرمك مشيت وروح تروح نادي المقاولين اه وانا في نادي المقاولين برضو فضلت حوالي لحد سن 16 سنة 30 سنين وبردو مشوني ايه عشان جسمك جسمي صغير جدا بس انت ماشاء الله دلوقتي اه لا الحمد لله ما انا اقوله حده كبقى الواقع اللي حصل بتاعت جسمي دي اه وانا ماشي كان بوقع ساعتها بمسك في نادي المقاولين مع كابتن حسن شحات كان مسكين المقاولين فماشيوني استغنوا عني وكده وانا ماشي برضو طبعا صغير معاير برضو زعلانا مفيش هلعب كرة تاني كده خلاص فقال لي والله العظيم يا كابتن قال لي بكرة كل اللعيبة اللي معاك دول ده والدك هنا بك والله العظيم يا كابتن قال لي كل اللعيبة اللي معاك دول مش هيكمله ومش هلعبه فريق اول الا انت وكانت ساعتها شادي حسين اللي هو بتاع السيراميكا اللي كان بيلعف زيد دلوقتي كان في الاهلي فقلت له ازاي ده انا مشيت من الاهلي عشان جسمي ومشيت من مشيوني المقاولين عشان جسمي قال لي هتشوف بكرة ربنا هيكرمك وهتفتكر الكلام اللي انا بقوله لك ده كلام ده من 15 سنة ولسه فاكرت والله العظيم ما ناسي كلمة الهالي فمشيت من المقاولين روحت نادي اسمه نادي مدينة نصر روحت لعبت مع كل بقى الاعمار 93 و 91 و 99 و 89 و 89 و فريق اول ماشاء الله الصدفة كان لها اتنين صحابي محمد و محمود طارق توقم بيلعبوا معي في مدينة نصر كانوا كبتا الفرقة كان الاهلي بيعمل كل سنة اخر كل سنة كده في الصيف بيعمل دورة دولية ودية بيجيب منتخب الاردن والاسماعيلي والاهلي والاتحاد الشرطة فبالصدفة انا معدي في الفنان الاهلي مدينة نصر ايطهم موجودين وبيلعبوا مع فرقة اتحاد الشرطة قلت له مكلموني المدرب عشان تلعب مع اتحاد الشرطة كلموني المدرب كان ساعتها كان اسمه كابتن خالد مصطفى ماسك الفرقة بتاع الاتحاد الشرطة قلت له مكلموا لي وهو روح اختبر قالوا لي ماشي كلموا لي وراحت اختبرت فعلا كان كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه كان ماسك مدير قطاع الناشئين في اتحاد الشرطة قاعد برا كابتن ابراهيم يوسف نجم نادي الزماركة الله يرحمه الله يرحمه فقاعد برا فهو وانا بختبر كده رح قلهم هتهولي هتولي الولد الصغير فروحت له وقال لي انت عندك كم سنة قلت له عندي ساعتها كان عندي سبعة تمنتاشر سنة قال لي فين والدك قلت له والدي مش موجود في الشغل عشان مش عايزة اقول لهم ان انا بابايا كمال عبدالواحد عشان خاطر يقول لي طب خلاص تعال هيمدي على طول يعني مش مو من حتة الواسطة مستواك هو اللي هيدخلك المكان ربنا صم وستواك هو اللي هيعمل كل اللي انت عايزه فقال لي يعني ايه مفيش والدك وليش موجود قلت له والدي مش موجود والدي على طول في الشغل وبيرجع متأخل ومبي مش فاضلنا يعني قال لي طب هاتلي اي حد من وليه امرك قلت له حاضر فروحت يوم تاني يوم جيت التمرين فين يا ابني والدك قلت له والدي مش موجود قال لي طب اديني رقم والدك وهو ما يعرفش كمال عبدالواحد محفظ لالك كتب الرقم وهو انا قدامه في المكتب في تحاد الشرطة كتب الرقم لا لا ايه لي كلمة جدا قال لي انت ابنك قلت له اه كدامه خفيف الله رحمه الله يرحمه رأي من غزة الله انا اتكلم بابا وجايله قال له طب هو ما قالش لين هو قال له لا قال له عمر لغيني في حياته في موضوع الكورة ده بس من ساعتها بقى لعبت فريق اول يعني لعبت سنتين يعني لعبت سنتين